كابتن العميد حسام حسن كابتن نادي الزمالي وفن نادي الآيلي ومدخب مصر هلا بيت معنا في موقع الزمالي كابتن حسام حسن عايزين يستغل بفرصة ونغب منك رشيتة علاج النادي الزمالي قلنا الحلول بسرعة من وجهة نظرك الفنية ايه هي لا لا ما قدرش اقولي الحلول كلها لكن هو الحل المهم موجود ان فيه العيبة على اعلى ومستوى متوقيمة وموظيف الفريحة ليه مش محتاجين هاي حد زيادة لكن فهي نها معناها يعني مش عالك ومفروض ان فيه ادارة مستقرة وفيه بعض الانتخابات ولكن متهال اللي اسألت لو بدا ما تسألني هتسأل الجمهور الفريحة ناسه اولا طالما العيبة موجودة وعندك جمهور عظيم زي جمهور الزمالك وعندك ادارة دلوقت استكرت ببناس يعني محتاجين ان انت تختار تشكيل كويس تلعب طريقة كويسة تتعرف فرقة اللي قدامك تبعثي قناعها فيك قناع من العامين المعلم من الحلول نفس الوقت الجهاز بيعرف الممكنات العيبة العامة هن المشيل اقنعنا في الفترة اللي فاتت خلال تصريحاته ان هو جاي ابن فريح هل ده خلام منطقي من وجهة نظرك النجوم اللي موجودة؟ ناجل الزمالك ناجل الزمالك وعلى مر الطريق وعلى مر الا كذاء ما بكمنه منه هو يلعب على مذوله ولو ناجل الزمالك ما لعنش على مذوله بالمنبوعة لمذوله هين عدا دي انت على مذوله متضعتين بالنسبة للمشهر اخر الاتصالات اللي تمت بينك وبين مجلس رزاعت من الزماني كانت امت اخر الاتصالات اللي تمت وبينه الزماني وبينك كانت امت اخصالات رزمية والله انا بس انا بشكر جمهور الزمالك كله العظيم يعني سواء في مصر ولما كنت اخرج ورى مصر الناس انه هم يكون دي سفر ان انا عايزين نمسك البريق فانا بشكرهم جدا على السفر دي وانا تحت امرهم وفي نفس الوقت الرغبة اللي موجودة بيننا وبين الجمهور وانا دي انا سعيد بيها وان شاء الله في رغبة قوية الناس المتواجدة في النادي انا واحد الموجود في النادي الناس كلها مجموعة لحسام حسن وبرهيم حسن كان مدير فن وبرهيم حسن الضابط الفرق وظابط الضغاية الفرق احنا كالعظف مصر اعمل ما بنحقه شبنية الجمهور يعني كل المجالات ماشين بالعكس يعني اول مرة تحصل يمكن انت يا راجل اعلاني وطنستان موجود اول مرة اشوف من زمان ان في جمهور فريق او جمهور ملتخف او نادي جويزة او نادي الزمالك عايزين حد معين بطي احصلش يعني بس ساعات الجمهور كان يستني او منفق قدام او مش فالهم عامل اللي جاي لكن ان انا ده ده شرف ليه وبشكرهم جدا عليه وان شاء الله انا شايف رؤية كويسة ان اجدهم ايضا يعني شايف رؤية كويسة فيه شغلة ممكن تعمل كويس ممكن اللعيبة اللي موجودة دي ممكن تستغل كويس ساعات الفرنية العدد الكبير من اللعبين الكويسين اللي موجودين بالخبرات اللي موجودة دي تاخد بطولة سهل للزبط اخر حاجة منتخب مصر ومنتخب الجزائر رؤيتك الفانية ايه المباراة وهل الغيبات اللي موجودة في صف المنتخب هتأصل قدام الجزائر؟ احنا مع انت ناس غيبات وقى الجمعة وقى مصر جدا يعني وقى مهم جدا ولكن اللعيبة اللي موجودة ان شاء الله تقوم بالدور جدا رؤيتك اللي مباراة مباراة صعبة جدا بس عندنا ان شاء الله عندنا لعيبة كويسة جدا بس مفترة مع بعض الجازي الفاني بس في صحياتها كلها من مجموعة كويسة محتاج ان احنا نفكر بس كي انك بتلعب على مكسب الاول والجون التاني والتالي هيجي الواحد بس لازم تلعب على تنزل تفكر ان انت تجيب هون بس الجول اللي التاني هيجي وما تفكرش ان انت عايز تلعب على مجرم لان اولا لو جبت بيقول معنويا انت هتقع لو هم هينزله فهتفكر في جول الاولان الاول امتى كابتن حسام حسن هيتكرم ويتعامل له مهرجان افزال عالمي امتى حل حصلت اتصالات ولا انت الموضوع ده مفاكش فيه دلوقتي عزين نفتن بالكلام ده فاروق لما توصل لما توصل بس الناس اللي هم الموظفين اللي موجودين دولك اللي موجودين على الكرة مش هم اللي يعملوها هي عايزة لما توصل كمور جمهور متحفز كمور جميل جدا كمور مصر ما عندهمش مالكة دي ولا عندهم احترام للناس هزين تكون مبسوع يعني لكن هيا الاحترام هيجي لما توصل للرئيس ان فيه كلان الناس دي عملت حاجة مش لازم يحصل مبادرة منك ولا انت اصلا مبادرة ما قدتك هيا في المرعة وابتهدت وحاولت افرخ الناس اللي ما اشاركت معاهم سواء مع المنتخب او مع الحدي انا عدت معا ولكن اتدروا بقى على انت مش مستني مقابل المقابل اللي حب الناس فلاصة اخد بالك لكن انه هم الحاجة اللي هي الرسمية بقى دي بتاعة الناس اللي بتاعة الناس المستجاعة الدولة كابتن حسام حسن مصر اسمه مصر يعني اخصام حسن احنا بشكرك جدا وانا من واحد مشغال في نازة مالك وبنتان من نازة مالك من ضمن الناس اللي عاوز اخصام حسن في نازة مالك ان شاء الله عاوزين نستني الفترة شكرا لك يا كابتن شكرا لك يا كابتن وان شاء الله نتقابل جوه الناس زمالك وتمدير فان إن شاء الله